طيب وإحنا بنتفرق كده يعني قولي لنا إزاي المدرسة وفقت لكو أن أنتو تشتغلوا بالتصريح هي المدرسة راح أبد بالفكرة أن نطلع تصريح ونغير من شكل المدرسة يعني ما أعتقدش حد هيعارض حاجة حلوة زي دي يعني الناس بتشجع بصراحة يعني ما كان شعاك زي ما كنت قولت تساول قبل أنشوف الرسومات يعني ما لقيتوش معوقات في أن أنتو تعملوا التصريح لا الحمد لله التصريح بيطلع بيسر يعني طيب الألوان الجميلة والأدوات والفرش والحيات دي كلها يعني جبت وتمويلها زي الأدوات لما امطلع التصريح في جزء منها بيجيبوا المكان اللي هنرسموا يعني مثلا المدرسة ولما الأدوات ما بتكفيش بنجيب البقية من على حسابنا ده محتاج علاقات قوية أوه محتاج علاقات في ناس لي علاقات بالمدرسة بالتصريح حاجات دي بتتلعفنا بعلاقات كوي ولكن أنتو لا محتاج علاقات قوية كمان في أن الناس توافق أنها تدعمك بالتمويل وبالأدوات طيب ده بيبقى برضو أنتو عاملين موازنة ليها وعملين حسابات للاحتياجات بتاعكم ولا على حسب توفر الفلوس حسب المكان يعني مكان المدرسة ديتنا جزء من الماتيريال المعظمها يعني فلما بتخلص هنا بنكمل من على حسابنا من على حساب العضاء التيم بنجم بعض فلوس وبنتفع إحنا فلوس وبنرسم يعني يعني أنتو كمان بتشاركوا أوه يعني أرجع تاني للجزء الخاص بأولاء الأمور وتشجيعوا ليكم أن انتو كده أوه بيشجعونا يعني أكيد معظم التيم أنا بتكلم عن نفسي ده التيم السورة دي بتوضح التيم أوه ده معظم عضاء التيم يعني عضاء التيم بتتجمعوا بتوضعوا أدوار طيب قوليلي بقى يعني في البيت إزاي بيستقبلوا البابا وماما في أن انتو هتخرجوا و هتعودوا فترة كبيرة ومس كل أولاء الأمور بيوافقوا إحنا في التيم مش إجبار على كل التيم ينزل النهاردة وكله ينزل من مثلا إحنا بنتجمع من تسعة لستة في المدرسة مش لازم كله اللي يقدر ييجي ييجي اللي عنده ظروف مثلا شغلة أو ظروف أي شيء بياخد كورسات مثلا اللي يقدر ييجي ييجي بس الأهلي لما بتشوف إن إحنا بنوريهم مثلا نرسوماتنا وعملنا ده إنجازه ورسمنا على المدرسة أكيد بيشجعونا بس إحنا نعمل إلي الخطوة الأولى وهم يشجعونا بعد كده يعني نوريهم إحنا في فلم بنعمل حاجة بنغاية للأحسن في شيء فهم مش يعترضوا على يعني حسب الأهلي برضو يعني مش كلك